زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي الى البيت الابيض والتصريحات المرتبطة بها اثارت ردود افعال الدول المعنية بالسلام في الشرق الاوسط خصوصا وان موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب لم يكن واضحا ازاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بعدما اكد ان حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لانهاء النزاع فيما ناقضت ذلك مندوبة واشنطن لدى الامم المتحدة نيكي هيلي التي اعلنت ان بلادها لا زالت بكل تأكيد حسب وصفها مع حل الدولتين وجدت ان هناك موقفا محددا اكثر بشأن روسيا لكن لم اجد ذلك في الملف الاسرائيلي الفلسطيني الذي كان الموقف منه مشوشا ومقلقا فرنسا ليست وحدها التي ترى ان الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية الاسرائيلية هو حل الدولتين فالمانيا وعلى لسان وزير خارجيتها ابدت مخاوفها من نقض خيار حل الدولتين ببناء المستوطنات دون حدود ما يزيد خطر الصراع في المنطقة ويجعل حل القضية مستحيلة ومع بروز هذا الحل الى السطح وبقوة كان مجلس الامن قد استمع في وقت سابق الى المبعوث الاممي لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الذي اصر ايضا على ان حل الدولتين لا يزال الطريق الوحيد لانهاء الصراع وتلبية طموحات الفلسطينيين والاسرائيليين محمد جمال العربية